الأوساط الأمريكية والخبراء الأمريكيين عادوا ليحذروا العراق مرة أخرى من انزلاق الأمور إلى صدامات مسلحة جديدة هذا كله جاء من مايكل نايتس أحد أهم الخبراء في شؤون العراق في معهد واشنطن هذا الرجل تحدث بأن العراق لا زال رغم كل الأمور التي جاءت رغم إيقاف كل هذا الاقتتال الخطير الذي جاء في الداخل العراقي مؤخرا إلا أنه وجد بأن الأمور لا زالت متجهة إلى مسار صدامي بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي وذلك لأسباب مهمة هو وجدها بأن الأزمة السياسية من وجهة نظره لا زالت مستمرة وبأن أيضا أنصار التيار الصدري هو وجد بأن المشكلة أن لو انزلقت الأمور ستكون الأمور أسوأ لكثير مما كانت عليه لماذا؟ لأن أنصار التيار الصدري وأن الصدر يمتلك أنصار كثر مقارنة بالإطار التنسيقي الشارع كبير الذي يمتلكه طبعا والمؤيد له ولكن في نفس الوقت هو لا يمتلك السلاح الكبير أو الكثير مقارنة بالطرف الآخر الذي هو يتحداه دائما وعلى هذا الأساس في ظل هذه المعادلة وجد مايكل نايت بأن الأمور قد تكون خطيرة للغاية وقد يكون الصراع دمويا وطويلا للأمد أن انزلقت الأمور إلى هذا الطريق مرة أخرى أليكس ألميدا وهو مستشار الأمن القومي في موقعي وفي مركزي هورايزن كلاينت أكسس قد تحدث عن نفس هذه المسألة بل أنه وجد بأن الأمور لو انزلقت مرة أخرى إلى هذا الصراع فإن الوضع في العراق سيشبه تماما ما جرى وما زال يجري في داخل اليمن وفي داخل ليبيا لأن هذا صراعا سيكون بين أطراف وبين قوات هي غير حكومية تتنازع فيما بينها البعض فيما بعضها البعض طبعا بهذا الشكل وبالتالي ستدمر تماما البنى التحتية العراقية وسيكون هذا الأمر خطيرا إن لم تتوافق وتتوافق جميع الأطراف السياسية بأسرع وقت ممكن وهذا ما ذكره وما ثبته مايكل نايتس بهذا الشكل قال العراق في مسار انتصادمي البلد يواجه مأزقا دمويا طويل لأمد إذا حدث ذلك لأن الصدر يقود عدد أكبر من المؤيدين لكن لديه أسلحة أقل من منافسيه المدعومين من إيران وبعدها أضافت الصحيفة إن أي سلام الآن قد يكون هشا أي إنه مؤقد ولابد من الوصول إلى حلول الآن وهذه للأسف الشديد هي لا زالت حاضرة في الداخل العراقي الأزمة السياسية لا زالت مستمرة الأمر كان واضحا من كلمة رسمية وواضحا للشعب العراقي من رئيس الوزراء العراقية سيد مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح وضحوا من خلال خطابهم يجب أن يكون هناك حوارا أصلاحا للمنظومة السياسية دعونا نتوجه إلى انتخابات مبكرة دعونا نصلح الأمور ولكن المفاجأة الكبيرة كانت قادمة من بيانا من الإطار التنسيقي الذي وضح بأنهم يريدون أكمال استحقاقاتهم الدستورية والتوجه لتشكيل حكومة عراقية لكي تخدم الوطن وهذا الأمر أيضا أكده الشيخ قيسر خزعلي بنفس الطريقة بكلمة بهذا الشكل وبالتالي وكأن شيئا لم يكن رغم كل هذا الاقتتال ورغم كل ما جاء فأن الأمور لا زالت في طريق واستمرار وأن الإطار التنسيقي لا زال مستمرا ومصرا على تشكيل الحكومة كونه هو الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وأن هذا استحقاقا دستوريا من وجهة نظرهم وبالتالي وعلى هذا الأساس الأمور لا زالت خطيرة وخطيرة للغاية وهذا طبعا أثار غضب وزير السيد مقتداء الصدر السيد صالح محمد العراقي بتغريدة صدرت اليوم بهذا الشكل وكانت نجومية بشكل كبير على الإطار التنسيقي هو وقال بأنه صراع الوجود وكذلك بأنه وصف وقال إن لم تعلن الحدود إن لم يعلن الحداد عفوا فليعتبروني والتيار من اليوم عدوهم الأول بكل السبل المتاحة وبعيدا على العنف والاختيالات ورسل رسالة إلى إيران مباشرة وطلب منها وقال ندائي للجارة إيران أن تكبح جماح بعيرها في العراق وإلا فلا تحين مندم وبالتالي أيضا صفحات خاصة بالتيار الصدري على التليجرام كانت قد وضحت بشكل واضح بعد أن أكدت بأنها توقفت من عمليات النشر عادت من جديد بعد هذه التغريدة وقالوا عدنا لأجل دماء الشهداء ويظنون بأننا سنطيل الغياب ولا يعنمون بأننا كالبرق نخطفهم غفلة ما حيث لا يشعرون الأمور لا زالت تصعيدية وخطيرة وهذا ما يحذر منه الأمريكيون وكذلك هو نفس الأمر وهذه نفس القضية تماما التي اتفق معها ومعها موقع أمواج ميديا صاحب أهم وأخطر التسريبات وجد بأن الأمور لا زالت في تصعيد خطير للغاية ولكن بعد كشفه لحقيقة ما جرى من عملية إيقاف إطلاق النار وكيف أن السيد مقتدى الصدر بحسب مصادر تحصل عليها كيف وصل وكيف وما هي طبيعة الوساطات التي لعبت دورا في عملية إيقاف إطلاق النار فبالنسبة لهذه المصادر أكدت بأن السيد محمد الكوثراني وهو ممثل حزب الله في الداخل العراقي أكدت بأن الرجل بدأ يلعب أدوارا مهمة منذ عام 2020 منذ اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس بدأ يلعب دورا مهمة في عملية تقريب وجهات النظر بين السيد مقتدى الصدر وبين الأحزاب التي تنافس السيد مقتدى الصدر والتي هي مدعومة من إيران وطبعا هو يحاول دائما تقريب وجهات النظر إنهاء الخلافات بينها منذ ذلك العام وذلك لأن هناك قضية مهمة بأن إيران والحرس الثوري الإيراني غير قادرين على الوصول إلى أي تفاهمات مع السيد مقتدى الصدر وبالتالي أصبحت هذه مهمة هذا الرجل وبالتالي بعد اندلاع الأزمة السياسية وبعد اندلاع الصدامات المسلحة الخطيرة التي جاءت في الداخل العراقي وبشكل خطير في المنطقة الخضراء بين أنصار التيار الصدري وطبعا بين الأطراف التي كانت تواجهه من منافسه كما وصفهم الفصائل المسلحة بالنسبة لي السيد مقتدى الصدر فإنه بدأ يلعب دورا ولعب دورا كبيرا في تلك الليلة بالنسبة للسيد محمد الكوفراني بحسب مصادر أمواج دوت ميديا من أجل تحقيق اتصالا بين السيد حسن نصر الله وكذلك السيد مقتدى الصدر من لبنان مباشرة وأكدت هذه المصادر بأن السيد مقتدى الصدر وافق على هذا الاتصال تم هذا الاتصال من دون أي تدخل إيراني ومن دون أي تدخل من الحرصة الثورية الإيرانية السيد حسن نصر الله من تلقاء نفسه اتصل بالسيد مقتدى الصدر والسيد مقتدى الصدر ظهر أمام الجميع وطبعا أوقف أطلاق النار وبالتالي لم يكن هناك أي طرف آخر بحسب هذه المصادر متدخنا في هذه المسألة ولكن الأزمة لا زالت مستمرة كما تحدثنا بحسب أمواج دوت ميديا وهذا ما ذكرته اليوم يبدو أن القصة تدخل فصلا جديدا في حين أن نصر الله قد يكون قد أخمد الحريق في بغداد في الوقت الحالي إلا أن النيران لا تزال مشتعلة تحت الرماد الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى هي لا زالت تتعامل بحذر بتفاصيل قادمة من الوال ستريت جيرنال جاءت حوله هذا المنشور الذي اشتهر وانتشر كثيرا ونشره أساسا التحالف الدولي أو عملية العزمة الصلب على صفحاتهم على تويتر وبعد ذلك نشروه وأكدوا أن طائرات مسيرة في الخامس عشر من أغسطس هاجمت قاعدة التنف التي تأتي في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا بأن هذه الطائرات كانت طائرتين مسيرتين ذو اتجاه واحد مفخخة قادمة من محافظة بابل المنشور طبعا حذف بهذا الشكل وبعض الأوساط قالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت معلومة خاطئة حول هذا الموضوع إلا أن الوال ستريت جانال وضحت من مصادر ومسؤولين أمريكيين بأن البنتاجون هو الذي أعطى الأوامر بحف هذه التغريدة لأنهم لا يريدون أن يزيدوا من الموقف صعوبة في المشهد السياسي العراقي لأن في العراق هناك اضطرابات ولا داعي لكشف مثل هذه المعلومات ولكنها انتشرت في نهاية المطاف ولكن في نفس الوقت أكدت هذه المصادر الأمريكية الولستريت جانال بأن هذه المعلومة وهذا المنشور هو دقيق ودقيق للغاية وهذا ما ذكر في الولستريت جانال المعلومات في التغريدة كانت دقيقة وأن الطائرات المسيرة أطلقت من محافظة بابل العراقية وهنا المسألة المهمة في هذه القضية أن الكلام قادم أيضا من الخبير الأمريكي مايكل نايس الذي صرح مباشرة للولستريت جانال أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في حيرة من أمرها ليس في مسألة الاتفاق النووي فقط وإن ما كانت أي ضربة أو ردة فعل الأمريكية ممكن أن تؤثر على الاتفاق النووي ولكن أي ردة فعل من الولايات المتحدة الأمريكية على الداخل العراقي موجها مباشرة ضد الفصائل المسلحة فإنه سيؤثر على المشهد السياسي العراقي وقد يغير كثير من المعادلات لذلك الساحة الأفضل لهم هو الرد في الداخل السوري وهذا ما قاموا به من ضربة على دير الزور إلى درجة إن الفصائل المسلحة عندما قامت بالرد على الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة حقل العمر النفطي وعلى قاعدة كونيكو الولايات المتحدة الأمريكية ردت أيضا بطائرات الأباتشي من دون أن تتأثر ومن دون أي مشاكل لديهم حرية كبيرة جدا في التعامل وهذا مقطع كما تلاحظون أساسا قد نشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لطائرات الأباتشي وهي تضرب إحدى المنصات الصاروخية الموجهة على حقل العمر النفطي بهذا الشكل قبل أن نذهب إلى هذا المقطع سنلاحظ بأننا أمام منطقة صحراوية طبعا كما هو واضح هذا تل مرتفع بهذا الاتجاه وخلف هذا التل تأتي هذه المنصة الصاروخية مع وضوح أن هذه المنطقة بأنها يتواجد فيها حفر يوضح بأنها تتعرض إلى قصف أو أن هناك مناورات وغيرها وبالتالي هم نشروا بهذا الشكل الضربات كيف أن طائرات الأباتشي جاءت من دون أي مشاكل لضرب هذه المنصة بكل دقة عالية وإذا ذهبنا للتأكد من طبيعة هذا الموقع على القمر الصناعي بهذا الشكل لنتوجه بسرعة كبيرة للغاية إلى مدينة الميادين التي شهدت هذه الصدامات وهو الذي يوضح حرية الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة هنا الحدود العراقية هذه هي طبعا العراقية السورية هنا سوريا هذه هي مدينة الميادين التي ترونها المنطقة تأتي بهذا الاتجاه بالنسبة للنقطة التي تحدثنا عنها طبعا بكل التأكيد التي استخدمت منها الصواريخ وبالتفافة بسيطة بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه فإن المرتفع يأتي بهذا الاتجاه هذا هو المرتفع الذي تلاحظونه والمنطقة كانت بهذا الاتجاه التي أطلقت منها الصواريخ وعلى هذا الأساس عندما ننظر نظرة عامة لهذا الموقع فإن الموقع الذي جاءت منه الصواريخ كمان نلاحظ الآن بهذا الشكل فإنه لا يبعد إلا مسافة ما يقارب أربعة عشر كيلو مترا طبعا بخط مستقيم مباشر الخط المستقيم يأتي بهذا الشكل أكثر من أربعة عشر كيلو مترا يوضح بأن هذه الفصائل تمتلك قدرات كبيرة جدا وصاروخية مهمة ولكن أيضا يوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع التحليق هنا مدينة الميادين وأن تضرب هذه المناطق الصحراوية التي استخدمت كنقاط للرد على الهجوم الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية على دير الزور وعلى هذا الأساس بالنسبة لهذه الضربات سرب أيضا المسؤولين الأمريكيين إلى الولستريت جيرنال بأنهم ضربوا هذه الضربة لكي لا يتدخلوا في المشهد السياسي العراقي أو يتأذن بشكل أكبر وقالوا الهدف من هذا الأسلوب يكمن في كبح طموحات إيران في المنطقة دون التدخل في المشهد السياسي المضطرب في العراق ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة العوساط الأمريكية الآن تتحدث بشكل واضح أن الأمور في العراق تأزمت بشكل خطير للغاية في ظل ما يجري وما جرى بين التيار الصدري والإطار التنسيقي واستمرار هذه المشكلة فهم يجدون أن اعتزال السيد كاظم الحائري وتحويل مسألة مرجعية بيد المرشدة الأعلى السيد الخامنئي واعتزال السيد مقتداء الصدر في المسائل السياسية وأنه لن يتدخل في مسائل الشؤون السياسية فأن هذا يعني أن العراق وأن العراق أصبحت مرجعيته بيد إيران بشكل مباشر وأن النفوذ الإيراني سيعني بأنه سيزداد بشكل مباشر على الكثير وعلى الكثير من المستويات وحتى هذه اللحظة ليست هناك عودة للاتفاق النووي الذي تركز عليه الولايات المتحدة الأمريكية وللعودة إليه ويتبحث قدر الأمكان كل السبل في عدم التدخل في العراق من أجل إنهاء هذا الملف ولكن أيضا هي تبحث عن مسألة مناقشة النفوذ الإيراني والسياسات الإقليمية في المنطقة ولكن يبدو بأن قبل الوصول إلى هذا الاتفاق النووي أن النفوذ الإيراني بدأ يزداد في ظل هذه التطورات السياسية الخطيرة للغاية لذلك الخبير الأمريكي مايكل نايتس مرة أخرى ووجه تصريحات مهمة جدا وكتب على الواشنطن انستيتيوت اليوم قال بأن على الولايات المتحدة الأمريكية لكي تبتعد عن مسائل الصدامات الخطيرة التي جاءت في المنطقة الخضراء عليها أن تتوجه وأن تحث الحكومة العراقية على الطلب من الفصائل المسلحة الموجودة في داخل المنطقة الخضراء أن تخرج من المنطقة الخضراء للاتعاد من هذه الصدامات خاصة وأن الحكومة العراقية ليست ضد أحد هي مع كل الشعب العراقي وهي لم تكن جزءا من هذا الصراع والاشتباكات التي كانت حاضرة بحسب تعبير مايكل نايتس وقال على الولايات المتحدة وشركائها حث بغداد على مطالبة جميع الفصائل وقوات الحراس الشخصية الكبيرة بالخروج من المنطقة الخضراء حتى تلك التي تتنكر على شكل وحدات تديرها الحكومة وبالتالي يجب أن ننتبه بأن الولايات المتحدة الأمريكية ترى كثير من الأمور التي تجري في المنطقة الخضراء وفي بغداد وما جرى على سبيل المثال ماكسار تكنولوجيز التي ترونها الشركة الأمريكية التي يقع مقرها في ولاية كولورادو وهي قد وضحت ونشرت بعد انسحاب أنصار التيار الصدري سرايا السلام وانتهاء عملية إطلاق النار والاشتباكات الخطيرة التي شهدتها بغداد نشروا بالأقمار الصناعية صور ما جرى هنا كما تلاحظون بهذا الاتجاه على سبيل المثال من هذه الصور الدقيقة للغاية هنا مجلس النواب العراقي هنا الجندي المجهول هذه كلها طبعا الضربات وآثار الضربات الكبيرة الصاروخية والاشتباكات التي جاءت بهذا الشكل من هذا المدخل إلى المنطقة الخضراء وبالتالي هنا توضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى كل صغيرة وكبيرة إذا ما تحدثنا فقط عن ما نشر من الأقمار الصناعية هذا هو مجلس النواب تلاحظ دقة الصورة القادمة من هذه الأقمار الصناعية الأمريكية لطبيعة الطبعا التنتس أو الخيم التي هي لهؤلاء طبعا المتظاهرين وبالتالي تلاحظ هذه الصورة أخرى لمدخل آخر بهذا الشكل للبوابة الأخرى التي شهدت الكثير من الصدامات وهنا طبعا كما نلاحظ جسر الجمهورية هنا وزارة التخطيط وهذه الصور توضح تماما بين الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من المعلومات وهو ما دفع مايكل نايتس أن يقول أن الرصاصة الأولى كانت قد انطلقت من الفصائل المسلحة تجاه سرايا السلام بحسب تعبير مايكل نايتس وهو طبعا بكل تأكيد لديه سبب للحديث عن هذه المسألة كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بما أنها بدأت ترى أن هناك نفوذا ولم نعود إلى الاتفاق النووي هناك خطرا على الاتفاق النووي في ظل هذه المتغيرات أن هناك مشكلة مرتبطة في الطاقة هي مستمرة والشركات الأمريكية دخلت في لحظات صعبة للغاية وهي تنسح بشكل مستمر من الداخل إقليم كردستان وهذا كله مرتبط بتفاصيل حصرية قد نشرت اليوم على وكالة رويترز مرتبطة بما جرى بالضبط من هجمات كانت هي حاضرة بشكل مباشر على حقل كورمور هنا بهذا الاتجاه حقل كورمور الذي ترونه المناطق باللون الأصفر وهذا هو العراق طبعا وجهة الشمالية من العراق باللون الأصفر هي مناطق سيطرة حكومة إقليم كردستان هذه المنطقة حقل كورمور دعونا نقترب منه تعرض إلى هجمات بدأت منذ 21 من يونيو الماضي بهجمات صاروخية من الفصائل المسلحة بشكل مستمر واستمرت هذه الهجمات طبعا من أجل تحقيق العديد من الأمور ضد هذه النقطة وهذه النقطة بحسب رويترز أكدت بأن أحد الشركات المهمة وهي شركة أمريكية وهي إكستيرن التي تلاحظونها هنا وكذلك شركتين تركيتين كانت مسؤولة عن عملية توسيع هذا الحقل الحقل هو مملوك وتديره بشكل مباشر هي شركة دانا غاز الإماراتية لكن هذه الشركات هي مسؤولة عن عملية التوسيع الخاصة بهذا الحقل من أجل بضاعفة الإنتاج في هذا الحقل المشكلة الحقيقية مع هذه الضربات الصاروخية هذه الشركات انسحبت عادت هذه الشركة الأمريكية مرة أخرى إلى الحقل الشهر الماضي وبعد ذلك عادت مرة ثانية وانسحبت بسبب ضربة جاءت بصاروخين مباشرة على هذا الحقل الحقل يتعرض إلى الكثير من الهجمات وبالتالي الشركات الأمريكية دخلت في مشكلة حقيقية وان هناك تمويلا لهذا الحقل تحديدا تحدثت عنه المصادر الخاصة لوكالة رويترز بأن التمويل هو يصل إلى أقليم كردستان إلى ما يقارب 250 مليون دولار من أجل توسيع هذا الحقل بشكل مهم ومن أجل زيادة الإنتاج الخاص به ولكن الأمور تتعرقل وهذه الشركات غير قادرة في العمل وكذلك التفاصيل المثيرة بهذا الأمر رأكدت بأن مجموعة كار قد وقعت اتفاقية مع حكومة إقليم كردستان من أجل إمداد أمبوب من هذا الحقل الحقل كورمور مباشرة إلى أربيل مباشرة إلى دهوك مباشرة إلى زاخل يمتد إلى تركيا مباشرة وأن هذا المشروع أيضا هو متوقف وعلى هذا الأساس وجدت بشكل مباشر وكالة رويترز بأن هناك خطرا كبيرا أصبح على حكومة إقليم كردستان في ظل أن الأزمة السياسية مستمرة وبأن هناك ليس هناك إقرارا للموازنة وحكومة إقليم كردستان أساسا هي مديونة بما يصل إلى 38 مليار دولار وبالتالي أن عدم وصولهم حتى مايو العام القادم مايو عام 2023 لم يتمكنوا من توسيع هذا الحقل وهذه الشركات لم تتمكن من العمل وتوسيع هذا الحقل فإن هذا سيضع إقليم كردستان في مشكلة حقيقية سيدفعها بحسب هذه المصادر في رويترز أن تدفع ما يقارب الأربعين مليون دولار شهريا إلى شركة دانغاز من أجل تهيئة البناء التحتية طبعا لهذا الحقل المهم للغاية وبالتالي هذه مشكلة حقيقية وإن دخلنا في هذا المنعطف حتى العام القادم فهذا يعني أن في إقليم كردستان أيضا ستكون هناك مشكلة حقيقية وهذا ما يقلق الولايات المتحدة الأمريكية مسائل الطاقة هي المسائل الأهم بالنسبة إليهم بالنسبة لكونغرس الأمريكي وهم دفعوا رئيس الأمريكي جو بايدن في الفترة الأخيرة للقيام بشيء تجاه هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر